بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل محاضرات مقرر الصناعة وتلوث البيئة وهنبتدي النهاردة في أول موضوع مهم عندنا ويعتبر هو أهم موضوع في القرص بالنسبة لنا اللي هو Air Plutions اللي هو تلوث الهواء وزا ما احنا عرفنا التلوث قبل كده بأنه هو التغير في الخواص الطبيعية والفيزيائية والحيوية للبيئة فنفس الكلام ينطبق على Air يبقى Air Plutions is any visible or invisible particle or gas found air that is not part of the original normal composition اللي هو أي تغير في مكونات الهواء سواء إذا كانت هذه بارتكيل جسيمات أو مكونات غازية تجعل له الهواء غير صالح وهذا المكونات بيكون مش من مكونات الهواء Air Plutions is a serious environmental problem in the world بنقول هنا أنه التلوث اللي هو بيسبب مشاكل كبيرة جداً بالنسبة له كسلسلة من المشاكل للعالم في معظم المدن Air Plutions أصبح بيزداد جزيز than the world health organization أكتر من الGuidelines أو النسب المسموح بيها من منظمة الصحة العالمية طبعاً لما بيجي نبص لي التلوث الهواء فيه نوعين عندنا بيسببوا التلوث الهواء Natural زي forest fires pollen dust storm اللي حرائق الغابات وحبيبات التكاثر المنتشرة فيه الهواء بين النباتات والعواصف الترابية Unnatural made man اللي هي الحاجات الغير طبيعية ودي صناعة الإنسان زي الكول زي الوات زي الفاولز اللي هي الحاجات اللي احنا بنحرقها زي الفحم زي الخشب زي الوقود في العربيات زي مصانع توليد الطاقة اللي احنا نمطلق لهم حطات توليد الطاقة factors for energy لما نيجي نبص مصادر تلوث الهواء نوعين رئيسيين اللي هو gaseous emissions اللي هي الانبعاثات الغازية والparticulate matters اللي هي الجسيمات الدقيقة ودول هم هيكونوا لب أو موضوعاتنا اللي احنا نشتغل فيها معظم هذا المقرر اول حاجة علشان نعرف ايه الهواء متلوث وانسبة التلوث وضع ما يسمى بال air quality index اللي هو تلي دليل جودة الهواء او المعيار اللي احنا بنجيز به جودة الهواء وده معيار indicates whether the pollutant level in air may cause health concern اذا كان بنحط القيم او معيار بتوضح مستوى انه التلوث في الهواء او مستوى الملوثات في الهواء هتسبب مشاكل صحية او مشاكل البيع وده بيتحط فيه ranges بادئ من صفر الى خمسمية as agreed to one يعني بيتدي من اصغر حاجة صفر واكبر حاجة خمسمية طبعا هذا اللي اشتغل بيه كل الدول حاليا والمنظمات واللهيئة الموجودة في الدول فاحنا بنقول بالنسبة ايكيو اي اللي هي القيم القيم الموصى بها اول حاجة الجدوى اللي قدامنا ده بيوضح بعض التأسيمات ومدى الأضرار البيئية المترتبة عليها اول حاجة لو اليرك والتي اندكس جود يعني بنعتبره مقبول وجيد اللي هو لو الليفل بتاعه من 0 ال50 ومن 0 ال50 ده اللي هو بيكون بي بي ام البرتكوليب المدر او اذا كان بمقياس المايكرون لكل متر مكعد فاحنا عندنا بنقول اذا كان مستوى بنعتبره مستوى جيد لو انه من 0 ال50 وده انه health impact are expected when air quality in these range يعني ده مالوش اي اثار سلبية تتوقع على الصحة تاني حاجة عندنا لو انه بعتبره متوسط متوسط ده يبقى من 51 الى 100 مية مجموعات مش لكل المجموعات يعني ممكن بشر يتأثر به وممكن بشر ما يتأثرش به وإحنا هنا بنعتبر هذه الحالة unhealthy لو انا عندي active children الناس لعند بعض المشاكل زي بعض مشاكل التنفس عندنا ممكن تتأثر لو ان الليفل اصبح من 101 لحد 150 unhealthy لما بتزداد من 151 الى حد 200 وده برضو بيسبب مشاكل صحية جديدة زي الناس لعندها ازمات صحية في الصدر زي الناس لعندها مساكل في التنفس ده كله ممكن بيزداد نسبة تأثر هذه المجموعات واذا بنعتبر هذا غير صح يعني اول منخش لهذه المنطقة حتى احنا حطيناها لك بالred colors لان منطقة خطر طبعا very unhealthy وده تحذير او انذار لما بنخش من 200 واحد لحد 300 وده بيتأثر بمعظم الناس اللي موجودين ولذلك ده يبقى خطر على كل البيئة اللي موجودة عندنا وطبعا اكتر تعرضا لمثل هذا الكلام اللي هما الاطفال يبقى احنا شوفنا النهاردة ال air quality index وشوفنا ماذا يعني air quality index شوفنا الاصار السلبية للبعض لو الليفل بتاع البولاند زاد عن قيم محددة وده جدوى المهم جدا جدا بالنسبة لنا لانه احنا بنلتزم بمثل هذا الكلام ولذلك في معظم الدول حاليا الهيئات الخاصة سواء ذكات وزارات او هيئات بيئة البيئة اصبحت تشترط على كل مؤسسة صناعية بانها تلتزم بنسب تلوث محددة حسب كل دولة ان شاء الله المحاضرة الجاية نستكمل هذا الحوار السلام عليكم اشتركوا في القناة